يا سمين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيد العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آفاء فهم خاطرون لقد حق الغول على أكثرهم كهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناكهم أغلالا فليأ إلى العزكان فهم مغمون وجعلنا من بين عيدهم سد ومن قلبهم سد وأغشيناهم فهم لا يغسرون وسواء عليهم أأنزرتهم أن لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزرهم لاتبع السفر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجل كريم إننا نحن نحيي الموت ونكتب ما كدموا وآسارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين وازجف لهم مسلاً أحسى فالقرية إذا جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم مسلين فكذبوهما فأززنا بإذا جاءها المرسلين فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر نسلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تأذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلى الفلاق المبين قالوا إنا تتيرنا بكم لإلا تنتقوا لنعد من لكم وليمسلكم منا أزاب عليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل عندم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة الرجل يسأل قال يا قوم من طبيق المرسلين اتبعوا من لا يسعدهم أجل ومعوض المحتدون وما لي أدى أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة في يردني الرحمن بزر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكزون إنني إزي في ذلال مبين إني آمنت لربكم فاسمعون قلت كل جنة قال يا ليت قوم يعلمون لما وفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الإباد ما يعديهم من رسول إلا كانوا بشيء يستحزعون ألم يروا كم أحلقنا قبلهم من التنون أنهم إليهم لا يرجعون إن كل لما جميع لدينا محزنون وآية لهم الأرض أرض ميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فحبهم يحبون وجعلنا فيها جنات من نقل وأعناب وفجرنا فيها إن الأيون ليأخذوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأعز ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم حال فإذا هم مظلمون والشمس كذل مستقر لها ذلك تقديل أزيز العليم والقمر كذل منازل حتى أردك أعجون الكريم للشمس يمضغي لها عن تغرق الكمر وللليل سابق النحار وكل في فلدي يسبحون وآية لهم أن حملنا زريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من نسبه ما يركبون وإن نشاء نغفر 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 نغفرهم فلا سريخ لهم ولا هم ينكذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا إذا يكون مرتفور ما بين أيديكم وما خلفكم لأنكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أرض عنها معرزين وإذا يطيج لهم أنفقوا مما فسكركم والغاق قال الذين كفروا للذين آمنوا وعنوا الإيم من لو يشاء الله أجعنه إن عنكم إلا في زلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم سادقين ما ينصرون إلا سيحة واحدة تعفظ وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يعجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداس إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بأسنا بأسنا من مركدنا هذا ما وأد الرحمن وسدك المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محزمون فاليوم لا تسلم نفس شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل الفاكحون هم وعزواجهم في زلال على القرائك مستقعون لهم فيها فاكهة طيو ولهم ما يدعون سلام القول من الرجب الرحيم وامتاز اليوم أيها المتجبون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدوب مبين وإن عبدني هذا سراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعبدون هذه تحلم التي كنتم تعدون إسلوها اليوم بما كنتم تقفلون اليوم نخدم على أخوانهم وتقلمنا أيديهم وتشهد أعجلهم بما كانوا يقصبون ولو نشاءوا يتمسنا على أعينهم فاستبقوا السراط فعنا يبسلون ولو نشاءوا لمسخناهم على مكانتهم فما استتاقوا مزيا ولا يعجرون ومن نعمره ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعتنون وما ألمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا زف وقرآن مبين لينزع من كان حيا وحكا قول على الكافرين أولم يروا عنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا آمن فهم لها معلقون وزللناها لهم فمنها رقوقهم ومنها يأكلون ولكم فيها منافئ ومشارف أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آل آلحة لأن لهم ينسرون لا يستطيعون نصركم ولكن يكون جند محزرون أفلا يحزن كقولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان ذو عنا خلقناه من نفة فإذا هو قسيم مبين وزربا لنا مثلا ونسيا خلقه قال من يحيي الإبام وهي الرميم قل يحيي الذي أنشأ هذا أول مرة وهو بكل لخلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأحزر نارا فإذا أنتم منه تؤخذون أوليس الذي خلق السماوات والعرض بكادر على أن يخذك مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إِنَّمَا أَمْرُونَ إِذَا عَرَادَ شَيْءًا أَنْ يُقُولَ لَهُ قُلْ فَيَفُونَ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ كُلُّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سَجِعَا مُحَمَّنِ مُحَمَّنِ مُحَمَّنِ